وقطعا نرى بأن هذا الرجل هو ومرشحه في الانتخابات الرئيسية يهاجمون الوجود السوري الوجود العربي في تركيا ويتحدثون عن ضرورة طرد الأجانب يعني سنانيو جان يتعهد ويقول بأنه سيراجع ملفات المجنسين ملف ملف إذا ما فاذ في هذه الانتخابات ويقول بأنهم سيمنعون تجنيس الأجانب داخل الدولة التركية ويتحدث عن احتلال سوري للدولة التركية أيضا كان هناك علامات استفهام على هؤلاء سواء ميتو سدا أو مرشحه سنانيو جان في الانتخابات الرئيسية التركية بعد أن رأوا هذا المرشح يلتقط صور تسكيرية مع السياح الروس وبالرغم من أنه يحمل عداء وضحا للأجانب وللعرب بالتحديد إلا أن الابتسامة كانت حضرة لديه وهو يلتقط هذه الصور مع سائحة روسية قالوا له إذن أنتم تحبون الروس وتتوددون الروس في المقابل تهاجمون العرب وتهاجمون السوريين بالتحديد وهذا الأمر غير إنساني بالمرة لكن ليس بالمستغرب على هؤلاء لأن أميتو سداه أصله غير تركي أصله من دولة داغستان جده من داغستان دولة تقع ضمن الاتحاد الروسي تقع بجوار الشيشان وهو ما يدلل على حب هؤلاء الروس كمان أيضا سينان أغان مرشح حزب النصر في الانتخابات الرئاسية حصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات الروسية لذلك حالة العداء للعرب واضحة وبادية وحالة التودد للروس ظاهرة أيضا من خلال هذه المواقف والتصريحة تصريحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة